السلام عليكم سي الحافظ احمد من مواليد مدينة سالة اشتغلوا في التطبيق عبر منصات الالكترونية وقع لي المشكل التطبيق هذا شو هو النوع ديالتطبيق النوع تطبيق النقل الزبائن يعني عبر منصة الالكترونية كان خدمات كتفضت ما بالهاتف والهاتف فهاتف الزبون وهاتف السائق هذا المشكل اصلا ماشي مع الزبناء هو مع الزملاء ديالنا يعني كل كم جمعة فجأة تحولوا الوحوش لانهم كانوا ماشي ناس يعني عندهم اخلاق كتاش بانهم ناس كي سرقوا كي بتززوا كيدلوا شي اعمال اللي ما خساش تكون في التطبيق وماني هددتهم كل مالش ما خساش يكون كتاش دعل وجمعتهم وطائق بانهم كي هددون الناس واللي بغي يخدم كيتربولوجي المليون يتلدد المليون وهم هما أصحاب صوابق أصلا أصحاب صوابق المخدرات يعني صوابق ديالهم كتسبقهم قبل ما يجي التطبيق عندهم صوابق ب 2019 والتطبيق ملجاة ال 2000 اللي اخذ ال 2015 يعني وولجوا ليه كي باش وولجوا ليه ما عرفش كي باش وولجوا للتطبيق هذا يعني ما محقمش يدخلوا معنا لاحقش تطبيق ديالنا نحنا حاص على نسو وولي ما عندكش يغنيش الحسن السيرق من زينا ما تدخلش لين وما بعد بعض بعض العطراف بعضياتهم كيتحتوا وانا تصننت اليوم تيقولوا بانا واحد فيهم دخل ودار ذاك حسن السيرق تزورو باش تفعول الشركة باش قبلاتهم وم ايا المهم كين تزوار باش يدخل يخدم فالشركة هذي وهذا اللي كان دوي عليه كان رئيس عصابة وولي ديال هاتشي كامل وكين عيدة الشيكايات تكابسوا على الناس تسلوهم السيارات ديالهم وكين دلائل وكين فيديوهات وكين بزاف الحواج كين احنا كان انا كان نسئول على نفسي ومسئول على اي حاجة سنقول عندي ادلة ضامرة فالشي كامل كين اخوان اللي يفعوا الشيكايات كين اخوان اللي خافوا اللي خافوا منهم كانوا في الصفوف ديالهم بتهديدات من الاخر فالنعاقوا بهم اللي شوفوا الاعتقالات دابرة كين في الاعتقالات باقي دابرة كيدوزوا في المحاكم واللي ما بغيش نفهم انا هو علاش انسان عندو مشكلة معايا وسب والشتم والقدف وتهدات السيارة ديالي وعندي علي ادلة بينهم هاتسو السيارة ديالي بعد نسمعكم من اوديوات باقي كيدوز في غرف الجنايات اللي يمنع مرموذي الاعتقال وكيدوز في صراح موقعات علاش كيدوز في غرفة الجنايات في صراح موقعات نعمال مخص كون في اعتقال ديالما متعنوه في صراح موقعات للوله للثاني للثالتا ودابرة غايدوز مهار عشرين فاشر اكتابر وغايدو سنوعة وثاني وش غايعطيوه في صراح موقعات وللو عندو متابعة عندو متابعة مغيري نعرفوا هاد اياد الخافية اللي كتتعاون معا ديالناس وانا ما غاينسكوتش انا ما غاينسكوتش انا ما غاينسكوتش انا مقا تابع بالمنابل الاعلامية تيتفى حقي ومن هذا المنظر كان طالب استيد الحموشي ورئاسة نياب العمق اللي تشوفه تشي تبحث في هذا الشي هادة لانه خاطر وخاطر جدا خاطر عندي معطايات عندي فيديوات وما تقول كاستيديو وما اللي حاكم الرباط عندي فيديو مصورينه في الوداية حدا الجو طالب الماطر في الليل معتادة الصباح هالزنزراوط والهراوات وهاد السي اللي عندي معه المشكلة ولي كيدوس الجنايات وكيخوش صراح موقات ولي كيصوو الفيديو وتقول كغافي لكم ما احنا ولا دربات احنا اللي حاكمي الرباط توقي احنا اللي حاكمي الرباط هادة يعني هادة الناس ما تفهمش بوش الرباط هادة العاصمة زعمة هادة العاصمة الإدارية عاصمة القانون عاصمة المخزن عاصمة الأمن وهاد الناس هكوا كيديروا كاينة آياتي خافية وكاينين ناس خورين عاو ثاني ناس خورين باقين مذكرة بحت وباقين طلوقين وكاينين موجودين محسوبين على الدائلة ثلاثات في التروازيان تما عندهم مذكرة بحت ومطلوقين كيتمتعوتا ومفزناقيا ما فهمت شانا شكو كنت يخبيع لدى الناس وقدان عافوه شكو كنت يخبيع لدى الناس وشكونا هما اللي وراء هاد الشهادة هاد الناس المستشيين لكي يناصروا الإجرام وتخلوا المظلومين أنا لا كنت مهدد بالقتل أنا مهدد بالقتل لدرجة أني ثلاث شهور ونمشي جول في داري ما كنخرش واعباد الله ما كنخرش عباد الله ما كنخرش من داري أنا قبل اتدد الأطفال قبل اتدد الويدات اتدد لي على حياتي هنصروا لي طموبيلتي بقيت ما كنخدمش جميع وليات غاية مشاكلية طموبيل اصبحت فوال وزيرو وكي الحمد لله الحمد لله أنا بغيت أن ناخد حقي بغيت المخزن ينصرني ويعطيني حقي أنا مثلا طلبتا شي حاجة كنت طلب فتح التحقيق رئاسة النيابة العامة فتح التحقيق والسيد عبدالطيف الحموشي هذه الرسالة موجهل السيد عبدالطيف الحموشي هذا هذه الخجتات وانا كنخرش من داري الإعلامية وهابقى نخرج 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 تنشو وش هيوقع مفارس ما نبدل أنه تعمل اقتراض سابين اسلحة كيف هذا الواقع اياه السيد كان واحد بقيته جاني تهديد تقولو انت دول حافيضي يخرج يخدم أنا كتنخرج ينقلب على القوت الوليداتي فجأة كانت عندي واحد رحلة في حي رياض مش زيد اندلوس بغيستيجا يلا غضحك السيدة تفاجأت في سيارة وقفت عليك حلا في ذوك الناس اللي كانوا يطاردوني دائما دائما كيطاردوني وقفوا بلوقعية الطريق الحمدلله لقيت من خرج لقيت المسلك هربت تابعيني زعما موطارة هوليوذي كما تقول أنا كشوف المرايا ونخايف على الزبون اللي معايا يعني ما كانش احترام يعني تحترام العمل اللي يخدموا معنا فيه ما احترموش الزبون اللي يركب معايا الزبون كازل الكيكة تغوض غا تنقص الطوام كما تخافيش هادوك معايا هادوك معايا صحابي كانوا يخدموا معايا هلا عندهم مشكلة ولكن ما فهمتش ما احترموش الزبون ما احترموش الزبون ما احترموش تطبيق اللي يخدموا فيه ما احترموش هناك اقرب نقطة اللي كانت تغلي يا انا هي النقطة ديال مدينة العرفان كانوا مخفر الشرطات الما بعد ما احترموش الزبون احترموش الزبون دخلنا بعضياتنا دخلت فيه ودخلت فيه بعضياتنا دخلت فيه الطوامبي هربت حيث بلي عندهم سلاح ناري دخلت فيه فردي وستفتوا السيدة قلت لديه فردي ما تقشوا لكن مشتوب عيني انا تميت هارب معا في كيندابل فوريان الجديد خرجت منتما بيشي اقرب مخفر الشرطة مهم طلع قلس فوق الزجاجة سائق سائق هو السيد اللي سابعني قلس فوق الزجاجة حالك شي الامن الخاص ونيش جابه في المالة جابه في المالة اللور كل جابه الزجاجة ما معرفت ان هذا السلاح ناري نينجا مهم سلاح ناري هربت وصلت للدائلة ديال المخفر ديال العرفان هبطت ما قدام الباب باتني مزدودة فجأة جايين عندي جايين عندي جايين عندي هبطت الدائلة التانية ديال المدينة دوزيان هبطت ما تم مادة ركلاماسيون ما افهمتش اخويات الناس ما يبغيوش ياخدوا بعين الاعتبار قالي لي لما خاصك تبشي وقع لك درشي سيلاحي ضياد ما هذه الخطورة انا جيت عندكم معيني البوليس المغرب فيما مشيت تحت شكاية ديالك مش درير مشي نفوذة شي اخطر ما كعين هدا اول مشكلة لنا انك مشيت تحت شكاية ديالك و الحمدلله توصلت توصلت الواحد صراحة توصلت الواحد شي حاجة لزماشي شوية اللي فوجت علي عيطوا لي البوليس باعت شكاية ديالك التهديد والتانية ديتها بناتو تقربا شي عشر ايام و الى خمسة عشر ايام و الى تستية طموبيل مني مشيت عندهم دلوا عليها شكاية كايدية كنت دك الشكاية اللي درس جابوا لي شاهد زور او دبا يلا تصل بي الوحد شي حد من اللفامي وقال كراسيد كاين مهم شاهد بي زور لان انا ضربت السيد هذا الرئيس العصابة هرسلو الجيش طموبيل و ضربته مهم تسويس عيطوا لي البوز قال لي عندك المشكلة كلونا ما الشي ما كان عارفوش و شاهد زور خدا الجزاء ديالو بتاوى من عصابة المخديرات تشد بعامونس الحمد لله بعدها خدا الجزاء ديالو فشادة الزور ربية كبيرة خدا عامونس فالتجار المخديرات الصلبة عاو تاني اذن ما قددتهم شاي دالوا لي شي كاية اخرى عاو تاني بتهديد شي كاية اخرى بتهديد من الشخص اللي قالوا مهاتش يجلون غاد ديرو غاد ديرو غاد ديرو هددوا مسكين باش هددينوا الله علم لاشته مسكين حد شاية بالاسم من ديرى لانا اللي حددت يق اللي هددتories حق وصحية ووصيحية ووصيحية وطوله مشاهدة بالمساعدة ديال واحد سيدات اي معاهم كتكون معاهم كالجب عنهم الفلوس و اللي كتجرية عند الكميساريات وهي اللي كتشدية شوايا الطيبية وشادة الطيبية فيها 25 يوم غير يغلقوني من بعد خرجت باراءة واللولة باراءة والتالية باراءة والأمر اللي كنستغرب ليه علشت الشكاية هادو معمر المحكمة من استدعاتني نحضر الشيء وحده لف اللولة لف التالية لف شكاية الكيدية اللولة لف شكاية كيدية الثانية أنا غير موجرد ما أني سمعت موجرد ما أني سمعت غير في الكلام لف شكاية قال للحافظين رحشوا الشيكاية الدية لف شكاية الكيدية اللولة والثانية مشيت علي مني موجرد ما أسمعت شي بشتنين الدائلة اللي حدا هيا دوزيان في تابريكس طلبت ليهم اسميتو الرقم دي الشيكاية اللي مشت المحكمة الكيدية أعط visual الراقم مشيت المحكمة يجب أن تشهد المحكمة كالطالب بالمحاضنة أنا لا أشهد المحكمة لا أريد أن أعطاني أعطاني ورقة واحدة ورقة واحدة فيها البراءة فيها البراءة التي أعطاني أريد أن أخذ محاضنة أعطاني وكذلك نسبة ثانية براءة أعطاني الدائرة الثمانية يجب أن أهتم الورقة سيجب أن تكون كذلك لكن لديك الورقة وليس كذلك كذلك نبدأ تلك المفصوصة هي التدليس فهو موجودة أعطاني الشكاية ولم يتعلم الأمر لأن تلك المحكمة لا أستطيع القيامة موجودة كيف تتمي بغض نعرفه شنو كين تمه شنو كين تخدمت المه انا ضربت وهرزت لغد لي خلجت باري ومشي دوت محاضر يلي سقس عيطوا للبوليس ونهار اللي غادي دوس المحكامة ما عيطوش لي بغض نعرف كيف فشت شي كي تريطا بالعربية شكون هاد الناس اللي كي تريطا يو هاد الشي صحيبا ما نفهمش أنا المحكامة عمان عيطت لي وصلي الداز محكامة وداز معي في التحقيق ونمشى المحكامة خلي في يومين خرج خلي في صراح موقعت هاد الشي اللي بغي أنا هاد الشي اللي ما فهمش أنا فالتلعوبات هادي ما فهمتاش هاد الشي اللي كتدلس مرتاشية يلي كتديره شي هذا ونا ما غنسكوتش على الحق ديالي هذا لحقاش كون حكموني كون دخلوني للحبس كون حكموني كون دخلت للحبس بالظلم ولا كي ربي كبير تقول لك الظلم ظلمات يوم القيامة تقول لك الظلم ظلمات يوم القيامة أنا الحد الساعة ما غنجيش نسكوت وفي المكاس اللي كان دعير بإنساني وأنا مظلوم وكان ناشد ما هذا المنبر تقول له كان عاودة السيد عبداللطيف الحموش يفتحت حقيق معمر في هالدواء اللي ذكرت وكان دائرة أخرى ديلي عقوب منصور دائرة عشرة يلي كتشرف عن النفوذ المجرمين اللي نمعهم وكان الدائرة تلاتة إنه واحد التقدم حين هذا وكان مذكرة بحت باقي العصابة وكان يدوره يتمتعوا بصراحة ديالهم هو واحد مؤخرا شدوه واحد تشد مؤخرا ما بغادتها واحد يسوق لي الخبار واحد الأخ الله يجازي بالخير قال لي يا واحد السيدة تشد اللي يوقي بحتوه عليه عامين ودخل عندي الشكاية وعندي أوضيوات دياله عندي ما يفيد مني مشيت للكوميسارية كلما أنا وعطيتهم الشكاية كلما تستقل يراكين مشدود هذي يومين شدينه قدرجع لنا بتسعود رجعت مع التسعود قل كراف المحكامة مشيت للمحكامة لقيت آخر النهار في المحكامة ابتدائية اللي كانوك يحولوها الحيرية قل كرا ثلاثة اللي يدازو كل شغل من الفترة يتحولو المحكامات الجديدة الحيرية حيث السعب قيمة عرفتها حيث أنا أصلي مشي ود المحاكم مشي وجه الشرع أنا فوجوه هذي الناس عدلت كان عفاد المحاضر والكوميساريات والمحاكم ما أنا الكوميساريات كان مشي لمغيبني كان بغيش ورقة عصمية الحال لكارت ناسيونال هذي فاش كان عالكوميساريات الحمد لله إحنا متخلقين ومتربين وإحنا مولد أصل بالصح وما تقولكم مش رفع عندي خطابات ديرون تقولوا إحنا الشرافاء إحنا الأصل إحنا المرابطين إحنا رباطيين لما لي رباط يعني إشتش الله حويش يقولون للناس ما أعلينا شي مني اللي كان طالب أنا اللي كان طالب وهو يتخذ حقي إحنا بدمولد القانون إحنا ما نشي في غابة والسيد باقي هذا اللي كيدوز اللي غايدوز نهار عشرين عشرة أكتوبر هل ساكن حدايا وكيدوز بالطوم موبيل ومن كيشوف ريقات على الشانطة من الحي ديالي تجد تجد بغلب حلا غايدخل فيها وبهذا اللفظ هذا كيخالج جديوك دياليها تيخالج جديدوا اليها وعندي أوديو��ت يقول لهم شون صورتي شون صورتي ما صورتي كل شي حاجة كل فلوس وكين أوديوات أوديوات يأكدوا بأنهم كيتعاملوا مع لجل الأمن كين أوديوات يدخرب فهمه أوديوات كاينين تقول إحنا أديوات يقول إحنا كنسقوم عن نسل أمن هل تسمع البارح في واحد المنبر وهي بغيت تسمعون المستعى تسمع هذا الشي هذا كين نسقوم عن نسل الأمن انا صراح انا بغيت سيل حموشي يبحث في هذا الشي هذا هذه عصابة خطيرة ويقلب عليهم الاصل ديالهم عندهم صوافق مخطيرة وهذا السيل اللي كان نقول لكم عليك اللي كان نقول لكم عليه فستوا عنده سابقة كان داراكي كان جدارمي وحصل كيت تجاف الخمور بدون ترخيص وجروا عليه والجعل هاد الخدماء هذي باش يكمل الشاطاط والافعال دياله اجرامية وكي ما يفيد وانا نستعد من هاد المنبر نستعد لمساءلة قانونية حيث عندي عندي جميع الوتائق والادلة والاضيوات اي حاجة كتبت هذي الفعل ديال العصابة هاي من هاد المنبر كان عاودا ونقولها انا بغيت اندخلت حقيق انا متدرر جو الشيكاية الكيليات انا بغيت نرفع دعوة على الناس في الشيكاية الكيليات كين فوصول كين فوصول على ودية الشيكاية الكيليات كين فوصول انا بغيت انتبق القانون كان طالب التعويضات لديك 3 سنين لانا قلس خرجوا علي الدولة يرزقي بشاقي الطموبيد في سببه مونا قلس لدرجة اني كنتمشي جون في داري ما تنقلش نخرج ه 살아ictions اي صعب اي صعب ايل وضع اي صعب اي صعب اي صعد اي صعب اي صعب اي صعب اي صعدت انت yhtي صعب اي صعب جون اندي اي صعب اي صعب على عقار انت tienen المحامي على الشركة .lay فشيت فلاتة السيارات فلاتة السيارات بشيت اللولة هزتني باب الدار دورتني من الزنقام اللور حيث ما يسميني عني كانت بتعرض تسبيه جسدية هزتني سيارة اللولة وداتني الزنقام اللور رقيت سيارة أخرى كتسناني اللي هرباتني وهزتني سيارة أخرى الثالثة هي اللي كبنت بي المحكامة رغم ذلك أنني وصلت للمحكامة وصلوا للمحكامة وكيطلوا كلهم من القرياش كيطلوا باش غنخرج من المحكامة مشيت من الباب ديال الموت الضافين المحكامة مامشيش شي جلسة مامشيت لجلسة لأولو غير موحامي قايجي باش انا عندخل انا عندخل القاضي ولمعتني بالعامة مشينا جمعنا سلمة غير باش ندليوليه بالشواهي ديالنا انا ما عملي ديالسي جلسة مهم كتشوف هدى الناس الخطورة ديالهم كيوصلات لحقاش هدى الناس حيتلون واحد روبيني كانوا كيشربوا منه كانت الفلوس كانت تعددو كانت ابتزاز يعني صافينا تعرضت التصفية الجسدية وداز التحقيق ودليت الأوديوات والفيديوات في الدائرة عشرة بعقوب منصور وتصنطوا لهم كاملين ودفعوهم مشاوف في المحاكم وشي كله عباد الله الدلائل كلها وكيتم تعو بصراح موقات من 2019 شهر تصعود احتل 2020 شهر تلاتة الجاسم عندك مناسبة كورونا والناس بقى كانت تدو صراح وجميع الأدلة عندهم وجميع الأدلة اللي عندي ولكن ما فهمت والو تحزم ما بغش تبلية كان شي ضبابية أنا تنقول لو كان عودة للمرة من الألف كان قلب على حقي عن طريق المخزن عن طريق الأمن اللي يقول لك أمن البلاد هذولات غاو وآخر مرة غن ناشد السيد عبداللطيف الحموشي الآخر مرة كان ناشد السيد عبداللطيف الحموشي يفتح تحقيق في هذ الشياء ويحيى العدل نحنا كان تقو في العدل المملكة دينا المغربية الشريفة ويحيى سيدنا محمد السادس قبل ما تخرجوا ما تنسوش تقابونا معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس أكثر من مجرد خبر موسيقى موسيقى موسيقى